لذلك التعامل مع قضية آيسوف يجب أن يتم التعامل بعقلانية وبمنطق القضية هي صراع بين دول وصراع على النفوذ للأسف الشديد العرب يطبلون الحادثة أو يرفضونها بكراهية بحقد ومن دون الحديث عن البعد الاستراتيجي نتحدث عن الجماهير ونتحدث عن الرأي العام ونتحدث عن عواملنا الآن الذين يجب أن يتعلموا يجب أن يكونوا على وعي أما الدول فهي تدرك الدول التي رفضت هذا الأمر أمر مثلا من دول الإسلامية لم ترفضها على أساس أنها كنيسة صارت مسجد أو متحف صارت مسجد وهم يكذبون على الجماهير فقط كما عندهم يقولوا لا أنهم يقفون على الإسلام أنهم يدفعوا لا أبدا القضية تتعلق بصراع نفوذ يا جماعة وهذه الدول تدرك تماما أن هناك مشروع تركي من أجل صناعة النفوذ في الدول العربية والإسلامية والآن رهو انتقل إلى الفصل الثاني الفصل الثالث عفوا الفصل الأول كان فصل بناء اقتصاد للدولة التركية الفصل الثاني كان الهيمنة على المؤسسة العسكرية التركية من خلال بصفتها أنها حارس معبد العلمانية وتم ذلك وتمت السيطرة عليها بالمطلق بعد حادثة الانقلاب لذلك وجدنا كثير من الأطراف تتحدث أن ما حدث من الانقلاب هو مفبرك وليست حقيقة لأنه استعمل فقط من أجل تصفية المؤسسة العسكرية التركية من داخلها والقضاء على كل جيوب العلمانية لتبقى هذه المرحلة الثانية وقد تمت الآن جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة بسط النفوذ والتي بدأت تحديدا مع اندلاع ثورات الربيع العربي بتوازيا مع ما يجري من مرحلة ثانية للسيطرة على المؤسسات الأمنية التي في تركيا تعتبر نفسها كما ذكرت ما حارسة معبد العلمانية الأتاتركية إذن الآن جاءت مرحلة أخرى هي مرحلة تجسيد هذا النفوذ وهذا النفوذ لا يمكن أن يتجسد إلا من تفكيك العملي العملي لاتفاقية لوزان عندما تتفكك عمليا ولا تتفكك سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا بعد ذلك ستجد الدول نفسها مجبرة على إمضاء اتفاقية جديدة على ظوء المعطيات الجديدة الموجودة على أرض الواقع وتتمثل في النفوذ والهيمنة التركية على كثير من الدول عكس ما كانت عليه من قبل أن جاءت معاهدة لوزان في ظروف وكانت تتمثل في تفكيك تركة الرجل المريض نحن الآن أنه مع رجل آخر غير مريض رجل آخر آخر يتطلع قوي يتطلع إلى السيطرة في ظل محيط مريض بالحروب والصراعات والمستنقعات المختلفة التي تعلمون ما يحدث في سوريا ما يحدث في ليبيا ما يحدث في اليمن ما يحدث في العراق ما يحدث حتى في مصر إلى حد ما ما يحدث في الجزائر كل هذه الدول وخاصة الدول المحورية ما يجري من محاولات إحداثه في السعودية بصفتها رأس الحربة ودولة محورية على كل المستويات على المستوى الرمزية الدينية وعلى مستوى الثقل الاستراتيجي وعلى مستوى النفوذ والوزن في الساحة الدولية ما يجري من أجل تغييبها في هذه المرحلة إذن تركيا كانت جات معاهدة لوزان في زمن تقاسم تركة الرجل المريض الآن تركيا تريد تقاسم تركة الرجال المرضى في المنطقة انطقة وهي في وضع قوي ووضع شبابي بمعنى الكلمة إذن إخواني لذلك الدول التي رفضت لم ترفض لم ترفض هذا التحويل على أساس أنه تحويل كنيسة إلى مسجد أو تحويل متحف إلى مسجد هذه الدول أصلا هذه الدول التي رفضت هي أصلا تشتري في الكنائس كما قلت في الغرب وبنت مؤسسات إسلامية ومساجد في الغرب ودعمت ونفقت عليها الملايين من الدولارات كي تبني مؤسسات ومدارس للمسلمين كيف يعني الآن ترفض أن تحويل هذا لأنها تعادي الإسلام هذا الكلام الفارغ الذي يسوق إلى الجماهير لتتحول هذه الجماهير خنجر في دولها تساهم في جرح دولها وتتحولها إلى كل دولة عربية مسلمة تتحول إلى رجل مريض تنال تركيا حق تقاسم تركته مع الدول الأخرى بعدما تفرض عمليا تفكيك المعاهدة لوزان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر